إذا كانت المشتقة غير متوفرة يعني راح تكامل دالة اللي هي sin تقعيد x dx حدد التكامل ما مشكلة من صفر إلى π أي زاوية ما مشكلة هذا إذا كانت المشتقة متوفرة حلو بسيط لاحظوا لو كانت المشتقة متوفرة يعني sin مشتقته هي cos x dx نعتبره هذا cos تكامل من صفر إلى π سين x نسمح بس ثلاثة في cos x dx الآن أش صار عندي عندي قوس مفوع ليوس القاعدة تقول كل قوس مفوع ليوس يجب أن تكون مشتقة داخل القوس متوفرة سين أشني مشتقة cos إذا داخل القوس سين مشتبطته cos متوفرة تحضر في الجواب ونرجع إلى القوس لنزيد الأس واحد نقسم على الأس الجديد وننزل حدود التكامل من صفر إلى π مسألة بسيطة إذا المشتقة متوفرة إذا المشتقة غير متوفرة لاحظ إذا المشتقة غير متوفرة ماذا نفعل؟ نقول إن كانت الأسس فردية يعني ثلاثة خمسة إلى آخر والمشتقة غير متوفرة نحاول سحب السين إذا تتكلم على السين تسحب سين أس واحد إذا تتكلم السؤال على كوسين تسحب كوسين أس واحد كعامل للخارج على ما تبقى ركز معاك إنت راح تجي تسحب صفر إلى 5 راح تسحب سين أكس عامل هو سين تكعيل سحبت سين أكس عامل إنت راح تسين تربية ننزل سين تربية إذا كان خمسة تسحب واحد يبقى سين أس أربعة يقول على ما تبقى نطبق إحدى القاعدتين عن باقي إذا هو سين تربية تعمل واحد ناقص كوسين تربية وإذا هو كوسين تربية تعمل واحد ناقص سين أنا عندي سين تربية فكامل من صفر إلى 5 كل سين تربية هو واحد ناقص كوسين تربية إكس وينزل نفسه سين إكس الآن نفتح الأقواز نحن نحصل على سين في واحد سين سين في كوسين تربية كوسين تربية أو سين إكس كوسين تربية إكس دي إكس طيب واحد يسأل يعني ماذا يبقوا بالعامل ما أعلم هاش سويتم أشتفدت نقول له أخلي بالبداية بالبداية كان عندنا صاين تكعيد لو مشتقته الكوسين متوفري تكامل وبسيط نخذف المشتقق وزيد الأس واحد بس إحنا المشكلة مشتقته ما متوفري وما أن حقم كامل على ضوء منهج السادس ما أن حقم كامل القوس مرفوع الأس بس مشتقته المتوفر الحل نغير بالسؤال يعني أخنا واحد يقول لك هل يمكن وضع الماء في الغربال؟ طبعا لا بس دي جمدوا أعملوا الفنج خليوا بالغربال طي أنا بها الوضعية ما أكامل مو ما أنا ما أكامل هو ما يتكامل أغيره أسحب صاينوس واحد عامل مشترك يبقى عندي صاين تنفيق إذا هو خمسة سحبنا واحد يظلوا ساطعة المهم أبحث عن صاين تنفيق في الباقي أحوله على ضوء شيء إذا نستمه من الثالث و بعيد أحول الصاين تنفيق إلى واحد ناقص كورسة أحول الصاين تنفيق إلى واحد ناقص كورسة تحول ناقص كورسة فتحنا كورسة فتحنا كورسة أش عملت؟ أش استفادت؟ ما ذا حصلت؟ أخي، غيرت شكل الدالة إلى شكل آخر تكامل عادي مثلاً الصاين تكامل سالب كورساين ته، تكامل مباشر نقلت الدالة من دالة مرفوعة لأس مشتقة غير متوفرة إلى دالتين إحداهما تكامل مباشر والأخرى قوس مرفوع لأس مشتقة متوفرة أيضاً تكامل مباشر فالصاين أصبع ناقص كورساين إكس الآن الكورساين إكس هو القوس مرفوع لأس إثنين مشتقة الكورساين هي سالب صاين تحدث في جواب يبقى نقضنا موجب بعد ما نهدف السالب والكورساين إكس أزيد السواحد أقسم عن بسل جديد ونزل حدود التكامل من صفر إلى 5 والتخميلات هي تعويض الحق الأعلى